اتهم رئيس الأمريكي دونالد ترامب النظام السوري بإسقاط الطائرة الروسية قبالة السواحل السورية والتسبب بمقتل 14 روسيا كانوا على متنها مبينا في الوقت ذاته أن ذلك لا يعد وضعا جيدا في المنطقة على ما يبدو لي واستنادا إلى مراجعة الحقائق فإن سوريا أسقط الطائرة الروسية وأنا أتفهم أن قرابة 14 شخص قتلوا على الأقل وهذا أمر محزن للغاية ولكن هذا ما يحدث سوريا وفقا للتقارير سابقة قالت إنها أرضة للتغيير لكنها أسقط الطائرة الروسية لذلك فهذا ليس وضعا جيدا